قال أستاذ فهد المرداسي أنا من الناس اللي كنت أنظر له حكم واعد كان صغر صنه ولياقته وحضوره في الملعب الذهني ولكن يعني مع الوقت محلينا أنا خارجيا أفرح للجائزة اللي خذاها لكن أتمنى أن تكون هذه الجائزة يعني دافع لأنه صحح أخطاها محليا محليا أداءه صراحة يشوب الكثير من الأخطاء اللي تأثر في سير المباريات يعني أخطاء فادحة أنا بالنسبة لي كان هو مشروع ناجح لكن أعتبره متعثر يعني الآن فهد المرداسي محلية مشروع كبير متعثر نفس الفكرة الحل أنه يبدأ بنفسه الحل أنه يطور نفسه يطور نفسه محل نعم لجنة ما شاء الله واقفين معي وصلوه يعني عطوه مباريات وكلفوه ودعموه وتجاوزوا عن أخطاءه هو بعد لازم يساعد نفسه لازم أنه يطالع مباريات عالمية وشوف كيف الحكام وكيف ويستفيد من الخبير الإنجليزي وب هذا هابردويب الموجودة الآن ويحاول قضية الشحن لا توافق أبو سلطان قضية الشحن إذا بقلنا فنياً كويس أو لا فنياً فنياً عنده مكانيات عالية الشحن لكن ما أوفق ما أوفق في مباريات كثيرة أنا ما أوعزها للشحن ما أوعزها للشحن لأنه يحكم مباريات عليها الضغط على الشحن وينجح فيها فهذا التباين هو محير سراحة فنياً فئي فنياً يعني هو أنا أعتقد أن العلة فنية أما الشحن لا يعني أنا أشوف فيه مباريات كبيرة خاضة وبكل أعصاب باردة وحقق النجاح فيها لكن في الفترة الأخيرة كثير من المباريات وتحديداً أنا بالنسبة لي مباراة السوبر النصر والشباب هذه كانت يعني كارثة بحق بحق الفريقين واللي تضر أكثر من النصر طبعاً عندي أنا عندي راهي أي بس أنا بقول لك يعني فهد في الأخير في الأخير أنا أتمنى لنا النجاح ونتمنى لحكم النجاح ونفرح للجائزة هذه بس لا تكون الجائزة هذه تخدعك يا أخ فهد عن اللي أنت قاعد تأديه في مباريات المباريات